أكد منصق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية محمد ترك أنه تم الانتهاء من توزيع 8500 صندوق مواد غذائية على المواطنين يأتي ذلك ضمن مبادرة وصل الخير لخدمة أهالينا في القرى والنجوع والمدن والتوابع بمحافظة الإسماعيلية وضواحيها تأتي القافلة ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة باعا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع